خلي بالك كده معايا واحد اتنين اتنين دولار من خلال انشاء حسابات على تشات جي بي تي وكان 315 طلب يعني لو جينا لحسابهم كده 315 في عندك اتنين دولار بيساوي 630 دولار قدرت اجيب 630 دولار من خلال 315 طلب من خلال موقع تشات جي بي تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقولك ازاي تقدر تجيب اتنين دولار كل يوم من موقع الزكاء الاصطناعي او منصة تشات جي بي تي ازاي تقدر تعمل حسابات فيه ناس بتقدر تعمل حسابات وبعها كمان اكتر من اتنين دولار وتقدر تستلم ارباحك من اي وسائل دفع الموجودة على الانترنت بس الفكرة كلها ازاي تقدر تعمل حساب على منصة الزكاء الاصطناعي بما انه هو مش متوفر في الوطن العربي للأسف في بعض الدول العربية المتغفر فيها أن تعمل حساب على تشات جي بيتي لكن أنا منوفر لك في الفيديوهات اللي فاتت إزاي تقدر تستخدم تشات جي بيتي أو تعمل حسابات على تشات جي بيتي من الوطن العربي وتقريبا شرحت كذا فيديو يعني في فيديو شرحت فيه إن فيه طبيق اسمه طول نهار معاتش شغال وإزاي نقدر تبدله وفيه كمان إزاي تقدر تعمل حساب على الواتساب علشان تقدر تربطه معك على تشات جي بيتي وفيه كمان إزاي تقدر تعمل رقم واتساب أمريكي علشان تقدر تفاعل به حسابات على الاتشاة جي بيتي لكن دلوقتي في الفيديو ده هقولك إزاي تقدر تحول منصة الزكاة الاصطناعي ده لمشروع ليك علشان تقدر تجيب منه اثنين دولار كل يوم يلا بينا هقولك إزاي بقى أنا قدرت أعمل مشروع لنفسي من خلال موقع الزكاة الاصطناعي كل علي أن أنا رفعت منشوره على الفيسبوك هنا وكتبت فيه الموقع اللي عاملت القوالة دلوقتي تشاة جي بيتيو وإنه هو مششغل في مصر وأقدر أعمل أكاونتات علشان أقدر أفتح بيه حسابات على تشاة جي بيتيو في الوطن العربي دلوقتي أعمل ترويج للمنشور عندي هنا الترويج بسيط جدا مش هيكلفني مثلا غيري 40 جنيه في يوم واحد هكلف 40 جنيه في يوم واحد بس وأحدد الموقع بتاعي هنا مجرد بس ما بدأت ضغط على العلامة دي وبكتب هنا الدولة اللي أنا عاوزها أو الدولة اللي أنت عاوز تستهدفها بعد كده أنت بتطلع فوق شوية بتختار هنا الكل وبتنزل تحت خالص تختار الاستهداف التفصيلي بتكتب مثلا الزكاء الاصطناعي وبعدين بتكتب مثلا التكنولوجيا أو بتكتب هنا موقع بتختار مثلا موقع ويب هنا وبعدين ممكن تكتب حساب قالك حسابات خاصة ممكن تكتب هنا حاجة اسمها المتصوقون المتفاعلون وياريت ما تنساش الكلمة دي علشان مهمة جدا في تكبير عدد الجمهور بتاعك من 20 مليون ل24 مليون بعد كده بتغط على كلمة حفظ الجمهور وبتنزل تحت كده خالص علشان تبدأ تضيف الأموال لو أنت معاك إضافة أموال هنا ومعاك أي فيزة تقدر تربط بها الحساب بتكتب هنا المبلغ وتربط بالفيزة بتاعتك وتغط على التالي وعلى طول المبلغ بيتسحب طيب دلوقتي بضغط على كلمة ترويج للمنشور الآن وبقول لي جاري إرسال إعلانك ومن هنا باستنى شوية لحد ما يعمل ترويج للمنشور اللي أنا عامله ومن هنا بقدر بيوصل معايا لعدد كبير من الناس واعمل حسابات chat GPT من خلال الطبيق اللي أسيبولك فيه الرابط أو الوصف فيه الفيديو اللي أنا بشرحه ده هتلاقي الرابط موجود في التعليقات أو موجود في الوصف أو نهاية الشاشة إزاي تقدر تنشئ حسابات على chat GPT مجانية أو مدفوعة بس سمت بتحاول تحط مكسبك أنت علشان تقدر تربح من صناعة أو أعمل حسابات chat GPT موقع الذكاء الاصطناعي اللي بيساعد الناس كتير جداً في شغلهم أو في زيادة الدخل بتاعهم أو صناع المحتوى على اليوتيوب أو كاتبين المقالات على الإنترنت وهو شرحت قبل كده إزاي تقدر تربح من بلوجر علشان إنت محتاج مثلاً تزاود دخلك تكتب مقالات على بلوجر أنا بروح عندي كده انتقل إلى مركز الإعلانات وأشوف مركز الإعلانات هنا بيقول لي إيه قال لي هنا طبعاً تم إنفاق صفر لسه مفيش أي حاجة وإنه هو قيد المراجعة أنا ممكن أستنى بس ساعة لحد ما شوف المنشور بتاعي يوصل لحد فين خلي بالك يا جماعة أنا سبق وعملت حساب قبل كده أو إعلان قبل كده علشان أوصل لحساب شعجي بيتي كان يوم ستة يناير وكان الحساب لسه كان بخمستاشر جنيه وكان في العدد ده من خلال التمويل خمسمية وتسعتاشر شخص عندي هنا عمل لي لايك علشان وكتير قوي دخلوا معايا على الكومنت أو رابط كان محطوط هنا الواتساب تمام كده تقدر تعمل حسابات شعجي بيتي وإزاي تقدر تربح من موقع الزكاة الاصطناعي وإزاي تقدر تعمل نفسك مشروع كده صغير ده مجرد مبلغ أنك تعمله إعلان وبالإعلان تقدر يوصل لك مبالغ قد اللي انت عملته ده على حسب شغلك وعلى حسب أدائك في صناعة حسابات على تشال جي بيتي كده أنا شرح انتهى أتمنى يكون شرح عجبك ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ومع السلامة وبكده أنا شرح انتهى أتمنى يكون شرح عجبك ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ولو احتجت أي حاجة تقدر تكلمني بكومنت هرد عليك إن شاء الله ولو عرفت نوع الفيزا اللي أنا قدرت تعمل بها أعلى ممول على الفيسبوك هتلاقيها موجودة في الآي أو موجودة في نهاية الشاشة أو في التعليقات أو الوصف وشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة